موسيقى الورد بالنسبة لي أنا شيء يعني شيء أساسي ومهم في حياتي فمن الصغار كنت أحب أني أنسق الألوان في الملابس أو حتى في الديكورات فكان الورد بالنسبة لي شيء يعني شغف لي أو شيء أساسي فحبت أني أثقف نفسي أكثر في هذا المجال وبدأت أقرأ كتب وأحضر دورات بخصوص كيف الواحد ممكن ينسق كيف واحد ممكن يسوي باقة بسيطة في البداية كانت باقة بسيطة بعدين صار يعني الموضوع أنه مثل أحب أنك تطلع أكثر أو تشوف أو تخوط شيء ديد فكلما دخلت أكثر في هذا المجال كلما كانت التحديات أقل طبعا من خلال التجارب أو من خلال قراءتي أكثر عن الورد حبيت أني أسوي جولات حول الإمارات أنا زيارة المزارع بديت أتعرف أكثر على الموردين سواء كانوا داخل الدولة أو خارج الدولة هذا الشيء لما فيني أن أنا صار عندي حلم أحينا يكون عندي مزرعة خاصة فيني وأقدر أو أنا أكون مورد لنفسي فبدأنا نبحث بدأنا نقرأ صارت أسامي الورود كلها تقريبا أعرفها أستانس أو أفرح وايد لما حد يسألني في الورد وأكون عارف الجواب على طول موسيقى